ربما عدم سيطرة حركة طالبان على مدينة كابل ووام وترجح الولايات المتحدة وتذهب إلى سيناريو الحرب الأهلية هل هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحا؟ لا أعتقد لأن الحكومة الأفغانية الحالية نعترف بها دوليا من قبل المجتمع الدولي وكذلك أكثر دول العالم أما طالبان فتفقد هذه الميزة طالبان يعني ليس لها إلا علاقات أو زيارات تقريبا سرية تقوم بها في بعض الدول وتحاول دعم كسبها طبعا كما أشار ضيفكم الكريم في حالة قرب طالبان أو وصول طالبان إلى كابل وهي منطقة استراتيجية ونقطة توجد فيها جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية والإسلامية والعربية فأنا أستبعد ذلك وأستبعد كذلك الحروب الأهلية لأن الشعب الأفغاني يعني عبر تشكيل الحشود الشعبية يوميا بدأت تقف بجانب الحكومة الأفغانية مع ما فيها من مشاكل طبعا كما ذكرت مع الأطياف السياسية ومع ذلك الشعب الأفغاني يحاولون عبر القادة الجهاديين والأحزاب السياسية المحاولة للتصدي للطالبان وبقية العناصر المسلحة التي تقاتل ضد الحكومة الأفغانية المرحلة المقبلة كما قلت يعني يحتمل جميع السيناريوهات لكن السيناريو الواضح والأهم أن طالبان لا تستطيع الدخول إلى كابل لأن أكثر القوات الأفغانية بما فيها القوات الجوية موجودة ومتركزة في كابل